موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييك في اسم الرب يسوع المسيح السؤال الذي يطرح دائما كيف تبرهن لنا الرب يسوع المسيح له كل المجد البرهين على هوية وشخصية يسوع المسيح لا تعد ولا تحصى ولكن حتى يعني قبل ما أبتدي بالبرهين عن يسوع دائما لازم يكون في إثبتات للدعوة للنبوة للشهادات أمام الجميع فمثلا موسى أتى بالشريعة والله كلم موسى في القديم وفعلا الله استخدم موسى بآيات وعجائب وليس فقط الآيات والعجائب ولكنها تصديق لدعوة وإرسالية الله لموسى فمثلا عندما واجه فرعون والمصريين القدماء حاول يثبت طبعا بالآيات فالرب جلب على مصر عشر ضربات كبيرة وآخر ضرب كانت القضاء على كل بكر في مصر ثم خرجوا بذراع شديدة وبعدين حدث ثاني هو شق البحر الأحمر أو بحر السوف وهذا كان أمام الجميع وهذه كانت آية عظيمة جدا ثم الناس شافت عمود نار وعمود سحاب عم بسير معهم خلال رحلتهم في البرية ثم شافوا كيف أن الله كان يبعث المن الخبز السماوي يوميا كل صباح معد يوم السب على مدار كل السنين حتى وصلوا إلى أرض كنعان وهكذا اللحم أيضا وشق الصخرة وطلعت مي بمعجزات ولكن ما يتميز به موسى أنه الله كلم على جبل سيناء وعطاه الشريعة الوصاية العشر والشرائع الأخرى وبناء خيمة الاجتماع والذبائح اللي أوصى بها الرب يسوع هذه الذبائح التي كانت تشير إلى ذبيحة يسوع العظمى ففي براهين قوية جدا فموسى يمثل الشريعة والشخصية الثانية اللي هو إليا يعتبر واحد من أعظم الشخصيات هو إليا النبي اللي بيمثل الأنبياء وتحدى كل المملكة وتحدى الملك والملكة وكل أنبياء البعل والعشتروت وفعلا صلى وأغلق السماء لمدة ثلاثة سنين وستة أشهر ثم صلى ورجع المطر وأيضا اتحدى أنبياء البعل وأنزل نار من السماء وهكذا معجزات خارقة ندل على شيء أنه كانت دعوته صادقة في موضوع النبوة ويمثل الأنبياء وهكذا أحباء كل شخص بيجي ولسيما نقول عنه مؤسس ديانة ما هي البرهين ما هي الأدلة وما هي الإثباتات على صدق دعوة الشخص أو الرسول أو النبي كما تدعي الناس فإذا نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع ابقوا معي سأواصل حديث بعد قليل سأواصل حديث أهلا أحبائنا مشاهدينا فالسؤال كيف تبرهن يسوع المسيح أحبائي شخصية يسوع وهوية يسوع متميزة جدا لا مثيل له واحد من نوع فالمسيح مكتوب عنه أنه كلمة الله الذي اتخذ جسد في ملء الزمان والمسيح جاء ونزل من السماء وراجع إلى الآب وهذا واضح طبعا من خلال البشائر الأربعة في الإنجيل المقدس فهو ليس شخصية أرضية جاء من السماء بل هو كلمة الله وخمس أمور اللي بتأكد على على تفرد وتميز يسوع المسيح ويمكن عدها عدة مرات وللفائدة أكررها مرة أخرى المسيح ولد ولادي عذراوي أي ولد من عذراء بدون أن يمسس مريم أي بشر يعني ولد من روح الله بدون رجل فالشيء الثاني اللي بيقولنا لم يتورث الطبيعة الخطاءة فالمسيح هو الوحيد الكامل بلا خطية لم يفعل خطية لم يعرف خطية لم توجد فيه خطية بل تحدى الناس من منكم يبكتني على خطية شيء الثالث تتميم النبوات في شخصية المسيح وهذا استحالي أنه تم مئات من النبوات في شخص واحد وهذه النبوات مش مجرد تكهن نبوات من آلاف السنين من مئات السنين أنبياء مختلفون على أزمنة وعصور وكل واحد بيقدم يسوع المسيح من زاوية الشيء الرابع اللي مميز هوية يسوع المسيح أنه هو إله كامل وإنسان كامل في اتحاد كامل الطبيعتين في اتحاد كامل لكي يقوم بعملية الفداء والشيء الخامس أنه تجسد الكلمة ولد يسوع لكي يموت أي لكي يخلص الناس من خطيهم وهذا ما تميز به المسيح لم يأتي من جسد العذراء حتى يكون سوبرمان ويعمل عجائب ومعجزات ولكن لا جاء خصيصا من أجل الصلب من أجل الموت من أجل الفداء الكامل من أجل القيامة المجيدة فهذا ما يميز يسوع المسيح فإذن ما الذي يميز يسوع وكيف ندرك هذا الشيء مع أن المسيح في كل شيء متفوق في لقاءاته ومعاملاته مع الناس متفوق في معجزاته متفوق في تعليمه متفوق في حياته الأدبية الأخلاقية قدوس بار متفوق فلا يوجد نبي في هذا الوجود أصلا عيب أنه نقارن أي نبي أو أي شخصية في الوجود بالمسيح يسوع وهذا طبعا مش مجرد كلام إحنا العرب مثل ما منعرف أنه الكلام معلوش جمرك أو معلي ضريبة فإحنا ممكن نتكلم الكلام ومنرميه ولكن بدون البراهين والأصعب إذا ممكن أنه يعني انبرر موضوع الكذب فإذا مستعد نكذب حتى اندل على ديننا أو انبرهن عقيدتنا ولكن المسيح كامل بريء كل البراءة طاهر قدوس بار فإذا كل هذه الأمور تجعل المسيح متفوق والبراهين كثيرة وهنا أنا حب أبتدي أنه ما يبرهن على يسوع المسيح قيامته من بين الأموات أقام نفسه من الموت مش بس تمم النبوات وهذا شيء مذهل لا يستطيع أو تتم إلا فقط بأله وحده ولكن القيامة تعتبر واحدة من أهم البراهين ورح بعدين أتكلم شوي عن الأدلة والبراهين القيامة ولكن اسمح لي أن أقرأ آية مكتوب فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك بطرس عم بيكلم اليهود اللي صلبوا يسوع ولما امتلأوا من الروح القدس عم بيكلمهم ويكون جمعات كبيرة يعني بتحكي مئات وألاف من اليهود ويقول نحن شهود لذلك أنهم رأوا المسيح بعد القيامة ثم ظهرات يسوع المسيح ورح أتكلم عنها شوي ولكن أيضا الكتاب بعلم أن المسيح تبرهن بالآيات والقوات اسمح لي أن أقرأ بعض الآيات مكتوب فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب التكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته عبرانيين إصحاح 2 والآية 3 والآية 4 في روميا 15 رسالة بولس الرسول إلى كنيسة روميا إصحاح 15 والآية 19 مكتوب بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله وصلت رسالة الإنجيل إلى كل أنحاء العالم ثم مكتوب في تسالونيك الأولى إصحاح الأول والآية 5 إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط لأن الكلام معلش ضريبة إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد في يحنى 3 آية 33 مكتوب ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق يعني الله هو اللي ختم على دعوة وإرسالية وقيامة يسوع مصدق بختم إلهي فالمسيح أحبائي وعد التلميذ أنه سيبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ثم وعد يسوع المسيح الأعمال التي أعملها التي أنا أعملها يعملها أيضا بل يعمل أعظم منها لأنه ماضي إلى أبي والوعد التالت وعد أن يرسل الروح القدس وتم التلات وعود في حياة التلميذ فإذن الرب يسوع ابتدى يبني كنيسته في يوم الخمسين عندما حل الروح القدس على التلميذ ثم التلميذ أظهروا آيات باسم الرب يسوع مثلا بطرس كان ظله بيشفي المرضى ويقيم الموت بولوس الرسول كانوا يأتون بالمناديل والمآذر بس مجرد تلمس جسده كانت تشفي المرضى والأرواح الشريرة تخرج بقوة اسم الرب يسوع المسيح لأنه الروح القدس صدق وشهد ومكث وسكن وملأ التلميذ حتى يقوموا بأعمال يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل على مصداقية الرب يسوع المسيح يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم أعمال اتنين اي اتنين وعشرين تعرف أحبائي بطرس برضو عم بيكلم اليهود في يوم الخمسين في الاسحاح التاني واليهود والرؤساء الكهنة والرؤساء اللي عم بيحضروا هم صلبوا يسوع وشافوا وادركوا ان يسوع مات وضعوه في القبر لكن المسيح قام وقال التلميذ نحن شهود لذلك وانه تبرهن يسوع امام عيونكم يعني لم يفعل شيء بالخفاء كان واضح كل الوضوح امام عيون الجميع انه صنع عجائب ايات في وسطكم ولم يستطع احد ان يضحض التلميذ لانه كانوا بيتمتعوا بمصداقية الهية كانت معهم قال يسوع لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية واما الان فليس لهم عذر في خطيتهم يحن 15 اي 22 ثم يقول ايضا لو لم اكن قد عملك بينهم اعمال لم يعملها احد غير لم تكن لهم خطية واما الان فقد رأوا وابغضوني انا وابي في نفس الاصحاح 15 اي 24 مكتوب ايضا لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله في يحن اصحاح 3 والاية 19 مكتوب وهذه هي الدينون ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلم اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة فوضوح الشمس كان المسيح يعمل امام الجميع معجزات المسيح لم يستطع احد ان يعني ينقضها او يعارضها فالمولود اعمى في القدس الكل شافه واقامة العازر من بين الاموات بعد اربعة ايام كان معلوم للكهنة لدرجة يعملوا اجتماعي يتخلصوا من يسوع لان العالم عم بيؤمن بيسوع المسيح فكان وضوح الشمس فاذا حياة يسوع الخالي من الخطية اقواله وتصريحاته لا مجال للشك فاني اعجب من ناس تترك الشمس البر الشمس الصاطعة لتتبع انوار خفيفة لا قوة ولا حول لها ولا تستطيع ان تغير اي انسان لهذا السبب احبائي خلينا نرجع انو قيامة يسوع المسيح لها براهين عديدة جدا ولكن خلينا اقول بشكل سريع بعدين بمر في بعض البرهين بشكل اوسع براهين قيامة يسوع المسيح خلينا نخذها من ناحية شخصية القيامة اثبتت صدق كلام يسوع المسيح انا هو خبز الحياة انا هو نور العالم انا هو القيامة والحياة اثبتت لانه فعل هذا الامر واقام نفسه من بين الاموات قوة المسيح على الموت المسيح غلب الموت غلب القبر وهزم الشيطان فاذا هذا دليل واضح جدا وبرهان مهم جدا اثبت انه الديان لما تكلم عن الديانونة الان احبائي بجدارة الذي يرفض المسيح سوف يواجهه كديان شيء اخر خطيانا قد غفرت واننا تبررنا امام الله الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا تبررنا امام الله وعلى فكرة القيامة شيء جميل جدا لانه التأكيد واضح لقيامتنا نحن من الاموات وهذا يعطينا الرجاء المبارك اننا سنكون مع المسيح في كل حين والقيام احبائي تبرهن على لهوت يسوع المسيح فالمسيح هو الله المتجسد لا يوجد انفصال بين لهوته وبين ناسوته لا لحظة ولا طرفة عين مثل ما بنسمعها دايما ولا امتزاج ولا تغيير فهو وبالفعل مثل ما قال عنه الرسول بطرش رجل قد تبرهن ليس شخصية هلامية او جسد وهمي او طيف كما قالوا اصحاب بدعة الدوسيتية ولكن المسيح شخص حقيقي اثبت ويثبت انه المسيح ثم مش بس براهين القيامة الشهادات عن يسوع المسيح شهادات عظيمة جدا يعني الشهادات ممكن اقول شهادة الاب شهد ليسوع عند المعمودية شهد للمسيح على جبل التجلي شهد للمسيح ومجد المسيح في يحنى اطنعش وفي كل الحالات كان يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر له تسمعون فميز المسيح عن موسى وعن إليا اللي ظهروا مع المسيح على جبل التجلي شهادة الآب ثم شهادة المسيح عن نفسه شهادة اعماله شهادة معجزاته شهادة اخلاقياته شهادة كماله لا يستطيع ولم يستطيع احد ان يضحضها ولم يستطع احد ان يقول ان المسيح يعني عمل خطيه فهو غير مجرب بالشرور ثم شهادة الروح القدس ارسل الروح القدس وسكن فينا وبيملأنا وبيعطينا المواهب وبيستخدمنا وبيستخدم التلاميذ فهذه الشهادة المستمرة على قيامة يسوع المسيح ثم شهادة موسى شهادة يحنى المعمدان شهادة الكتب شهادة التلاميذ التي تغيرت شهادة السامرية الكنعانية وشهود كثيرين احبائي شهادة يحنى كلها تأكدت واكدت على مصداقية القيامة نعم احبائي خلينا اكرر مرة اخرى قبل الفاصل الآيات والمعجزات وحياة يسوع وكلام يسوع لم تكن بالسر وقال يسوع حتى في المحاكمة قال انا كلمت العالم علانية انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لم اتكلم بشيء وتحدى الكهنة ان يروحوا يسألوا لانه كان واضح شفاف ما فينا ننسب معجزات لشخص بدون الشهود فكل هذه الامور اللي متكلم عنها امام شهود كثيرين ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى اهلا احباء نحتاج كل الابدية لنتكلم عن البراهين التي تثبت هوية يسوع المسيح وهل نحاول ان نثبت وجود الشمس في وضح النهار امام الجميع الا اذا كان شخص اعمى جسديا لا يستطيع ان يرى الشمس وهكذا احباء كثير في ضلال وفي عمى روحي واستبدلت بمظاهر التدين الخارجي والرياء والكبرياء وللأسف الكذب وخالية من البرهين فاصبحنا ندافع عن الله ندافع عن العقيدة ندافع عن الدين واذا شخص مسنا تعتبر عثرة او اهاني واذا شخص طلب ان يغير دينه يواجه الاضطهاد وهكذا وهذا طبعا ليست المسيحية المسيح واحدة من الشيء اللي اعجبني في شخصية المسيح انه حتى لما تركوه اعطى التلاميس فرصة العلكم تريدون ان تتركوني اعطاهم الفرصة انه يختاروا شيء اخر ولكن رأوا يسوع واختبروا يسوع وعاشوا يسوع وسلكوا يسوع وتكلموا عن هذا الشخص الفريد الرائع الذي لا مثيلة له فمش بحاجة للاقناع فالشمس موجودة يسوع احبائي كل ما عليك صلاة بسيطة يا رب افتح ذهني فيه ابسط منها افتح قلبي افتح عيني اذا صليتها من قلبك بأكد لك مليون في المية الله مش رح يتركك رح يتعامل معك فاذا حكينا عن الآيات والقوات وبعض البرهين والشهود والشهادات والظهور لكن خليني اعطي شوي يعني كأنه عم بستكمل الموضوع من الاسبوع اللي مضى ما هي الادلة والبرهين على قيامة المسيح خليني اذكر بعد هذه البرهين اول برهان احبائي القبر الفارغ وعندما اقول القبر الفارغ انه المسيح مات فعليا وكفنو يوسف الرامي ونيقوديموس والمريمات كانوا عم بيشاهدوا وتابعوا ثم احبائي قائد المئة واللي اخد الوردر من بلاطوس وانه يروح مش بس كفنو حطوه في القبر الجديد ودحرجوا حاجر عظيم جدا وختم بالختم الروماني ومع كل هذا قام المسيح والقبر فارغ والمسيح حي حي فاذا هذا القبر خالي من عظام الاموات حتى لما ركد بطرس ويحنى يحنى يقول رأى وآمن لانه شافوا بعيونهم موت المسيح فلما شاف لم يرى انه الكفن معبوث فيه او مصروق او يعني ملخبط جسد انسل يعني انسل بالكامل من الكفن مكتوب رأى وآمن كان واضح فالسؤال اين الجسد اين الحجر اين الحرس الحراس ثم ماذا عن شهادة الملائكة على القبر الفارغ كما شهدت الملائكة لولادة يسوع شهدت لقيامة يسوع امام شهود عيان واحدة من اقوى الشهادات هي ظهرات المسيح المسيح ظهر اربعين يوم هل في دليل اعظم من هذا اربعين يوم اظهر وبرهن نفسه ببرهين حية في اعمال الرسل الاصحاح الاول والآية الثلاثة يعني شهادات عظيمة جدا عن ظهرات المسيح ظهراته بالجسد ليست مثل الاساطير القديمة والمعجزات اللي بتحدث بالخفاء او بالليل او بالسر لكنها كانت ظهرات عديدة متكررة لمدة اربعين يوم احبائي الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببرهين انفالبل بروفز يعني ببرهين وادلة قاطعة جدا هيك الترجمة ببرهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم اربعين يوما ويتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله اعمال الرسل صح الاول والآية ثلاثة هذه الظهورات احبائي ظهورات عظيمة جدا في ظروف بتختلف في القدس في ارشليم في عمواس في بحير الطبرية على جبل الزيتون على جبل عالي في الجليل وهكذا ظهورات لعديدة ثم هذه الظهورات امام شهود عيان شهود عيان رأوا المسيح بقول مثل ما ذكرت ونحن شهود لذلك بل بولوس الرسول بيكتب برسالة اله الكورونتوس كنيسة كورونتوس بل رآه اكثر من خمسمائة شخص دفعة واحدة ومش بس بينهي في هذا واغلبهم اكترهم باقي حتى يومنا والبعض رقد يعني عم بقدم دليل واضح شفاف انه الاغلبية جماعة بعدهم عايشين مع انه البعض مات وهذا اندل على الشيء بدل على الشفافية في الكلام ثم احبائي ظهور المسيح للتلاميذ عدة مرة ومثل ما ذكرت وهي الظهورات كان بعالج فيها مواضيع مختلفة حتى بعد صعود المسيح الى السماء ظهر لاستفانوس اول شهيد عند استشهاده شافه استفانوس وهو على عن يمين الآب ثم ظهر لشاول الترصوص على الطريق الى دمشق الهو بولوس الرسول بل الاعجب احباء الاشخاص اللي تحدثوا معاه بعد القيام كانت حالاتهم النفسية مختلفة مثل مريم المجدلية كانت حزينة مثل تومة واحد من التلاميذ كان غير مصدق مثل تلميذي عمواس تركوا الورشاليم وراحوا لبلدهم ومع انه سمعوا اخبار القيام حتى شافوا يسوع المسيح والاغرب احباء بعد القيام مع كل هذا وهذا اندل على شيء بدل على مصداقية الوحي مازال كان يملأهم الشك والحيرة والرب يسوع قبل ما يعطيهم المأموري العظم وابخهم لعدم الايمان والشك وهذا اندل على شيء بدل على مصداقية الكلمة على الصدق الوحي عم بقدم الحقائق مثل ما هي ثم الكتاب يتكلم عن ظهور الرب يسوع ليحنى الرائي على جزيرة باطموس سمع صوت وشاف الرب الممجد المقام لدرجة انه وقع عند رجليه كميت ثم احبائي خلينا نضيف على هذه الشهادات شهادة الكفن المقدس لا توجد اثار للتلف او او تحلل اي بقايا واضح متل ما ذكرت ان الجسد انسل من الكفن بطريقة عجيبة كما لم يمسك الموت جسده او يمسك من يسوع لانه رئيس الحياة يسوع دخل من الجدران المغلقة ثم المنديل كان الملفوف حول رأس يسوع كان ملفوف موضوع جانبا الكفن احبائي هو عبارة عن اقمشة وعطور وعندما يعني الاقمشة هي من كتان الكتان المصري والعطور احنا قلنا اكتر من 30 كيلو اللي كان بلف الجسد وهذا عندما يجف يكون وزنه ثقيل وجد الكفن في القبر الجديد المنحوط في الصخر قبر يوسف الرامي والحنوط اللي قدمها نيقوديموس دليل اخر احبائي تغيير التلاميذ والتحول 180 درجة حتما لقد رأوا المسيح حيا امام عيونهم وعندما امتلأوا من الروح القدس تحرروا من الخوف تحرروا من الفشل اتحرروا من الشكوك الى الايمان واليقين الى الجرأة والشجاعة لم تستطع لم تستطع ان تقف امامهم عواصف الاضطهاد ولا حتى بطش الرومان وخلال سنوات قليلة بقوة المحبة وصلت رسالتهم الى ثلاث قارات دليل اخر ماذا عن صمت الاعداء وهذا يعتبر واحد من اقوى الادلة الاضطهاد من رؤساء الدين هذا دليل مهم استمروا في الاضطهاد مثل القيافة مش بس اضطهد يسوع المسيح واستفانوس وبولوس الرسول ويعقوب اخو يحنى اللي اتقطع راسه على يد هيرودوس اغرباس الاول كلهم كان لهم ضلع في هذا الموضوع لم يستطيعوا ان يقدموا دليل واحد لعدم اثبات القيامة بل حتى حاولت اليهود والرمان ان يقمعوا رسالة التلاميذ لكنهم فشلوا لانها كانت مؤيدة من الله مؤيدة بالآيات والمعجزات التابعة ابقوا معي احبائي حتى اواصل حديثي بعد هذا الفاصل موسيقى ترجمة نانسي قنقر اهلا احبائنا مشاهدينا كيف تبرها لنا يسوع المسيح اتكلمنا عن القيامة وما زلنا في البرهين والادلة على قيامة يسوع المسيح اريد ان اعطي برهان اخر وهذا البرهان مهم جدا 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 الا وهو تخصيص يوم الاحد للعبادة بدلا من يوم السب خلي بالك اغلبية المؤمنين الاوائل اتباع يسوع المسيح كانوا بيجتمعوا في اليوم الاول اي يوم الاحد وبيكسروا الخبز في اليوم الاول وحل الروح القدس في اليوم الاول وظهرات يسوع اغلبها كانت في اليوم الاول اي يوم الاحد فكل شيء تغير مع انه هنا مش انكار للسبت او كسر للسبت فهو راحة وعبادة وعلامة العهد ولكن هنا طالما انه المسيح حزم الموت وقدم خلاص لكل البشرية تخصص يوم الاحد للعبادة طبعا احنا ندرك انه في هذه الايام معظم المجتمعات اللي بيشتغلوا يوم الاحد ولا يوم السبت او ايام وكتير من اللي بيشاهدون عايشين في الدول اغلبيتها مثلا من المسلمين ما بمارس يوم الاحد الفكرة هو يوم للعبادة ولكن تخصص يوم الاحد للعبادة بدلا من يوم السبت وهذا دليل تاريخي على فكرة مهم جدا لدرجة انه حتى عملوا مجمع حتى يحتفلوا بعيد القيامة صاروا يحتفلوا بعيد القيامة ما كانوا بيحتفلوا بعيد الميلاد كانوا بيحتفلوا بعيد القيامة بل اصبحت التحية المسيحية اللي بنسمعها دايما المسيح قام والرد حقا قام انها تحية مسيحية تؤكد على قيامة يسوع المسيح طبعا انا عايش في الاراضي المقدسة وكثير من اليهود عم بيامنوا بيسوع المسيح وأعداد كبيرة بصراحة يعني فيه نهضة بين اليهود وأغلبية اليهود بيعبدوا الرب يوم السبت هم اختاروا يوم السبت فليكن لكن بيحب الرب يسوع وبيعبدوا يوم السبت وهو يوم السبت شباط في البلاد عندنا أي يوم راحة يوم انقطاع من شباط يعني انقطاع فإذن مازالوا بيجتمعوا يوم السبت ولكن الكنيسة الأغلبية العظمة صارت تجتمع يوم الأحد تغيير يوم الأحد بدل من يوم السبت وهذا طبعا دليل مهم جدا ولسيما احنا بنحكي كل اليهود أو المؤمنين الأوائل كانوا من اليهود شيء آخر دليل مهم وجود كنيسة مسيحية والنمو الهائل تأكيد لنبوة المسيح بإرسال الروح القدس وبناء الكنيسة وأنهم سيقومون بنفس أعمال المسيح باسم الرب يسوع المسيح اليوم في كنيسة في كل أنحاء العالم وأسرع نمو هو يعني بالتكاثر هو نمو الكنيسة أنا بتكلم عن طريق التبشير وألا أتكلم عن طريق التناسل يعني ممكن يعني مثلا عندنا في فلسطين كل واحد بيخلف عشرة واثنعش وأكتر بلد بيخلف فيها في العالم في غزة مثلا فأنا مش بتكلم على التناسل أنا بتكلم على الناس اللي عم تؤمن بيسوع أنا أتكلم عن ملايين غير مسيحيين ملايين رغم الاضطهاد والمقاوم والقوانين القوانين الدولية والحكومية اللي هي ضد ضد الكتاب المقدس ضد الكنيسة ضد المسيحية مع كل هذا في نمو هائل غير طبيعي والحق يقال كمان برضو فيه ارتداد كبير فيه ارتداد كبير هذا نراه مثلا في شمال أمريكا ولكن نشكر رب في الشرق الأوسط الكنيسة عم تكبر وعم تأخذ مواقع تأخذ أراضي وعم تتكاثر بشكل غير طبيعي بشكل هائل رغم الاضطهاد فأنا أسبح وأمجد الله على هذا النمو فإذا وجود كنيسة مسيحية هو دليل أن المسيح حي إلى أبد الآبدين وهو ساهر على كلمة ليجريها ولابد أحبائك مقال لكي يحضر الكنيسة كنيسة مجيدة مقدسة لا غضن فيها ولا دنس كنيسة ممجدة منتصرة عفيفة طاهرة عندما جئه ثانية في كنيسة مسيحية في كل أنحاء العالم أنا مش بتكلم على المباني ولا الكنيس أكيد فهمتوا عليه أنا بتكلم عن المؤمنين والأعمدة الحية والحجارة الحية ثم أحبائي العهد الجديد الكتاب المقدس هو حصيلة القيامة التي أصبحت مركز ومحور عقيدتنا وأساس إيماننا طيب السؤال ليه؟ كل الأديان الأخرى والعقائد والأفكار الأخرى تتمحور حول مؤسسها حول تعاليم حول شرائع حول طقوس حول فرائد حول نوميس وتقوس وكل أنواع الأعمال لكن المسيحية تتمحور حول شخص حي له القدرة أن يغير وأن يحرر وأن يبرر الإنسان وله القدرة أن يكتب الأسماء في سفر الحياة وإذا أنت اليوم غير واثق أنه اسمك مكتوب في سفر الحياة أنا بدعوك اليوم أنك تسلم حياتك للرب يسوع المسيح الحي شيء آخر أحبائي خليني أذكره شجاعة التلاميذ وصرورهم وفرحهم للشهادة والاستشهاد المسيحية لم تقم على العنف ولا السيف ولا السلاح بل غزت العالم وقلوب الناس بالمحبة فالمسيحيون والتلاميذ كان عندهم نزاهة طهارة نظافة وانتشار المسيحية أحبائي كان واضح جدا تغيير بولوس إثبات تفوق وكمال المسيح على الأديان إنها شهادة عظيمة جدا وخليني أحباء أقول شيء مهم جدا إنه التلاميذ باعوا كل شيء يعني لما ابتلأوا خدمة من زيره ما طلبوا نساء ولا طلبوا خيل ولا طلبوا سبايا ولا جواري ولا تزواج ولا أي شيء ولا عمروا إغراءات أرضية ولا إغراءات سماوية ولا ولا من أي شيء بل بالعكس بفرح كان يروحوا ويبشروا ويموتوا من أجل يسوع المسيح كما قال القديس ترتليانوس إن دم الشهداء هي بذرة الكنيسة ثم ماذا عن شهادة علماء اليهود حتى اللي كانوا ضد المسيح والشهادات والأدل الخارجية أحبائي قيامة المسيح مرتبطة بالفداء لا فداء بدون قيامة ولا قيامة بدون فداء إن قيامة المسيح وقيامة المؤمنين مرتبطتان ببعض إما تثبتان معا أو تسقطان معا وهذا مهم جدا أحبائي ندركوا كمسيحيين خليني أخد مكالمة أو اتنين في هذا الوقت معنا مريم أهلا وسهلا أخت مريم من مصر تفضلي مريم أهلا أهلا بك تفضلي أخت مريم المسيح قام حقا قام أنا أهلا بيصلي أن كل كل اللي بيسمعني يختبر قيامة المسيح في حياته إزاي ما أنا اختبرتها آمين كيف اختبرتها يا أخت مريم أنا أنت عارف يا أسيس أنا من مولودة مسلمة والمسيح افتقدني من كم سنة وفي الفترة دي كان فيه فترة تغيير كبير في حياتي فأكبر بروف لقيامة المسيح اللي أنا شعرت به لأن المسيح يتعاش مش يتسمع عنه لازم يتعاش نسمع عنه ونختبره اختبار شخصي والمسيح ما عندهش مانع أبدا يريفيلهم سلف مش عارفة بتتقالس زي بالعربي يعني يعني يعلن نفسه مظبوط أمام أي أحد زي ما عمل مع تومة تومة جاله بشكه وبمخاوفه وقال أنا مش هصدق غير لو شفت بعيني المسيح ما زعلش منه ما قالوش انت زي تشك فيه قالو ايه قالو حط صوابعك في الجرح ولا يتكن غير مؤمن وآمن وبقى تومة المبشر فأنا بشجع إخوتي المسلمين قبل ما أقول لهم أنا أتبرهن المسيح في حياتي ازاي أن يجي بمخاوفه وشكوكه كلها ويقعد قدام الإله الحي أمين يا رب قل لي أنت مين والمسيح أمين جدا وحيعلن عن ذاته لكل واحد بيطلب استعلام بكل تواضع أنا المسيح غير حياتي غير نظرتي للحياة للمواقف الصعبة للتحديات للمديات للمستقبل حتى قراهيتي للخطية زادت بأمانة أنا دلوقتي بحس أن أنا مش عايشة في العالم وهو قال قال ليسوا من هذا العالم كما أني لستوا من هذا العالم يعني مثلا أنا كنت زمان بنع أهم المستقبل جدا زي ما تقول برضو شوية بسيماستي كده يعني يعني دايما حس أن أنا شخص حظي وحش في الحياة ما بيجنيش حاجة بسهولة دلوقتي المسيح غيرني تماما بقيت اوبتماستي بقيت فرحانة عندي فرح داخلي حتى لو الظروف الحوالية وحشة لأنه قال كده قال في العالم سيكون لكم ديك لكن أنا من جوايا احسسي أن المسيح حي داخلي ما خليني فرحانة كنت كمان بخاف جدا من الموت لأني ما كنتش مستعدة بأمانة لمواجهة ربنا لأني للأسف للأسف أنا واحدة ست عايشة في دولة إسلامية رسول الإسلام حكم علي أن أنا من ضمن ثلاثة ربع أهل النار فكنت بحس أن أنا طول الوقت لو موت أنا مش مستعدة أنا داخل النار حد وكنت بعمل كل الحاجات اللي المسلمين بيعملوها المارسون الرمضاني بتاعهم والصلوات والصيامات وكنت بامش بأمانة حتى وقت 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 الإسلام كنت بامش فعلا بأمانة لكن ما كانش عندي سلام دلوقتي أنا لا أخاف الموت ولا أرهب بل بالعكس زي ما بولس قال ليش دهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذلك أفضل جدا لكن في نفس ذات الوقت ممتنة جدا بأن المسيح يعني لسه حاطتني على وش الأرض لأن ساعتي لم تأتي بعد لأن الرب لسه بيستخدمني لأجل مجد وحده أمين كمان المسيح غيرني أن أنا بقيت فهم ما إمتي فيه يعني أنا دلوقتي عندي سلام معاه فهم ما إمتي فيه فهم أنه هو مات وقام عشاني بقيت بكره الخطيئة أكتر من أي شيء في الحياة بقيت عارفة مين سبب الخطيئة إبليس مش الشخص اللي بيقذيني كنت الأول بشخصا الشر لكن دلوقتي أنا ما بشخصنش الشر في إنسان أنا بقى عارفة أن الإنسان الشرير اللي بيقذيني هو مجرد مريونات في إيدين عدو الخير فبصليله بالبركة بقى عندي سلام مع الله سلام مع الناس أمين يا أخت مريم أمين أنا بشكرك كتير على هذه المداخلة ولسيما ما في أي إنسان ممكن يقنعنا إذا كان الدليل والبرهان داخلي وشخصي أنت عارفة شو كنت وكيف تغيرتي وشو أنت الآن ربنا يحميك ربنا يبارك وربنا يستخدمك يا أخت مريم وشكرا شكرا على هذه المداخلة اللي شجعتنا وشجعت إيماننا أيضا ربنا يباركك ويحميك كمان ربنا يحميك خليني أخد مكالمة أهلا وسهلا أبو مهند انت معانا على الهوى مساء الخير مساء الخيرات أهلا وسهلا أبو مهند والحب أهلا أبو مهند أهلا أبو مهند تخبير الأخ القضل العزي نزار شهين حبيبي شكرا المسيح المسيح قام حقا قام حقا قام اهلا أبو مهند أجابتهما وقال له ربي وإلهي لا شك أن هذه الكلمة مصيرة ومدهشة في الوقت نفسه عندما اقتنع كليا أن الرب يسوع قام من الأموات صرخ عددا ربي وإلهي إذا لاحظنا هذه الكلمة أن يسوع لم يرضب ولم يتنصل من تلك الألقاب ولن تهرته مألوجيه الحديث إليه كالله بالذات بل قبل منه السوداء والإقرام لم يكن في قصده أن يقبل جدود أتباعه وعبدتهم لكانت تلك الحادثة برصة صحيح صحيح موقفهم أدركت تلاميذ هوليته العقيقية الفريدة كما أن أعداءه رؤوا بأم العين سلطانه وقدرته عندما عدد المسيح عن الله أبيه عملوا يهدهم لنألوا منه ويقتلوه لأنهم اموا وساوى نفسه بالله كما وردت في بمنا خمسة ثمانتاش وفي مدبع أخرى حاولوا أن يرجموه قائلين له لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل جديد أنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها كما وردت في يحن عشرات نعم ثلاثين من من هو يسوع فيه فعرم عليه تلاميذه كابن الله الوعيد وأعداءه سمعه عن لغوته تلاميذ تجاوبوا تجاوبوا بمحبتهم وبعبادتهم وأما الباقون استمروا بعد مليان إننا نستنسد من هنا إنسان لا يستطيع أن يكون في الحياة فإما أن يكون مع يسوع أو ضده فإن كنت تستطيع أن تقول له وعنه ربي وإلهي إذا تستطيع تتمتع عنه لله الحي الحقيقي لأن ما تقدره عن من يسوع تحدد مصيرك ما تقرره عن يسوع تحدد مصيرك وتحية شكرا شكرا أبو مهند ربنا يباركك شكرا على المداخلة مثل ما ذكرت وذكر أبو مهند ظهرات المسيح كانت في حالات نفسية للتلاميذ كل واحد كان عنده إشكاله يعني التومة مش عاوز يصدق مع أنه التلاميذ قاله إحنا شفنا الرب وقال إذا ما شفت وحطيت أصبعي مش رح أصدق فالرب يتعامل معه ويمكن في ناس عم بيشاهدون وعم بيسمعون يمكن عندهم نفس الإحساس أنه إذا يعني لما نقول الرب بيعلن بيعلن للشخص اللي قلبه طاهر طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله they shall see god فإذن مهم جدا أنه لما تطلب الرب تطلب الرب من قلب صادق بولوس الرسول عالج موضوع القيامة وتكلم عن نتائج كارثية لو لم تكن قيامة لأن القيامة مثل ما ذكرت هي حجر الأساس والقلعة الحصينة لإيماننا وإرساليتنا وعقيدتنا فإذن مرتكزة مؤسسة على قيامة يسوع وأن يسوع المسيح حي فإذن لو لم تكن قيامة كورنتوس 15 كورنتوس الأولى 15 يقول يعني ما فائدة التبشير ليه منبشر لا معنى لها ما فائدة الإيمان إيمان يكون عقيم ما فائدة الشهادة جميع الشهود والكارزين بالقيامة يكونون كذبة فإذن إذا ما فيش قيامة لا خلاص ولا فداء من الخطيئة إذا ما فيش قيامة كل المؤمنين الذين سبقون يكونون قد هلكوا على الفاضي يكون شيء آخر يكون المؤمنون بالمسيح أكثر الناس مدعا للرثاء مثل ما بيقول أنتم بعد في خطيئكم فقدان الرجاء بالكامل نكون مثل ما الآية بتقول أشقى جميع الناس لكان كل التضحيات المبذولة وكل العمل في حق للرب ضاعة تأسده ونكون فعلا مدعال الرثاء في هذه الحياة أين الأمل أين الرجاء فيصبح حالنا فلنأكل ولنشرب لأننا غدا نموت لأنه حب إحنا قلنا أن المسيحية مش رغم تفوقها وسموها عن كل الأديان سواء بالتعليم بالمعجزات بحياة يسوع بكماله يعني شيء مذهل ولكن كل التصريحات وكل الكلام كله بيرتبط على الموت والقيامة فإذا كان كله فاضي ما إلوش أي نفع ولا إلو أي قيمة طبعا القيامة إلها نتائج بتعني أن الخلاص حقيقة تم إنجازها فالقيامة تؤكد أن يسوع مات على الصليب ثم تضمت القيامة قيامة الناس وهذا هو الرجاء المبارك اللي إحنا من نادي فيه فالأبرار إلى قيامة الحياة الحياة الأبدية والخطى يواجهون غضب الديان ثم الهلاك الأبد القيامة هي إعداد لتحقيق وعد يسوع أنه سيأتي ثانية مش رح يجي ثانية إلا إذا كان قد قام من الأموات أولا القيامة كسرت قوة القبر وشوكت الموت بل أثبتت أن المسيح هو المنتصر وأثبتت أن المسيح هو الفادي القيامة هي قلب وحياة ونبض المسيحية بدون القيامة لا توجد مسيحية والسؤال الأخير ليه قام لماذا قام يسوع المسيح مع أنه ذكرت بعض منها في البداية ليكون قام يسوع ليكون لنا حياة أبدية ليقدم كفارة كاملة تامة ونهائية لخطايا كل البشرية فلا يوجد نبي أو إعلان آخر بعد الإعلان الكامل إعلان يسوع المسيح قام المسيح ليعالج مشكلة تأثير الخطية اللي فصلتنا عن الآب والتي تقود للهلاك الأبدي قام ليقدم ويصرح برسالة الملكوت الجديد لكل العالم ثم ليعطي حياة جديدة قوة جديدة رجاء جديد بقوة الروح القدس لهذا السبب القيامة متميزة فريدة لن أصبحت أسرع ديانة منتشرة في العالم القيامة غيرت قلوب الناس غيرت بلدان غيرت حضرات وشعوب غيرتها روحيا واقتصاديا أيضا بسبب القيامة صار عنها تأكيد حضوره استخدام سلطانه والتمتع بقيادته أنه يتواصل معنا في الختام أنا عاوز أقول أحبائي لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات هل تريد أن يقيمك من سبات الخطي تعال إلى يسوع وقول له يا رب تعال أسكن في حياتي خلصني واعطيني أنه أكون ابن أو بنت لألك بصلي من كل قلبي أنك تطلب يسوع الآن والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر